بسم الله الرحمن الرحيم التي حصلت في بلاد الشام المجزرة الأولى مجزرة صبرة وشاتيلة مخيم صبرة وشاتيلة في لبنان على يد الكتائب على يد القوات المسيحية في لبنان بالإضافة بالاتفاق مع شارون مع هذا المجرم الذي ابتله الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة تم تنفيذ هذه المجزرة في مخيمين للاجئين الفلسطينيين المعروفين باسم مخيم صبرة وشاتيلة هذا المخيم مسحته واحد كيلو متر فقط يسكنه 12 ألف فلسطيني 12 ألف تمت محاصرة المخيمات من قبل القوات جيش لبنان الجنوبي والإسرائيلي بقيادة شارون وإيبان وإيلي حبقية اتفقوا هؤلاء كما ذكر القرآن الكريم اللي قام بهذه المجزرة الرهيبة كل من الحزب الكتائب اللي ما زال موجود في لبنان لغاية الآن ولم يحول أحد منهم إلى معكمة الجنايات الدولية لأنهم غير مسلمين لو كانوا مسلمين لتحولوا منذ فترة طويلة جدا وجيش لبنان الجنوبي والجيش اليهودي وأدخلوا مجموعة من الفرق إلى داخل المخيم ثلاث فرق والفرق خمسين مقاتل واستمرت المجزرة في مخيم صبرة وشتيلة لمدة ثلاثة أيام ثلاثة أيام وكان طبعاً اليهود بعثوا ثلاثة آلاف وخمسمائة من النصارى للبحث عن ألف وخمسمائة مقاتل بحجة أنهم مختبئين داخل هذا المخيم ولذلك قاموا بمجزرة وصلت إلى أقل تقدير سبعمائة وخمسين إلى خمس آلاف فلسطيني اللي تم ذبحهم داخل هذا المخيم اللي وذلك تم تحميل شارون المسؤولية لكن شارون الرجل الذي بيده القوة لا يسأل عن النتائج ومات شارون ولم يحاكم شارون ولم يتعرض إلى شيء في الدنيا اللي نسأل الله عز وجل الآن أن يحاسف في الآخر المجزرة الأخرى أيها الإخوة والأخوات اللي هي مجزرة مخيم جنين عام 2002 جنين قريبة جداً من البحر الأبيض المتوسط يعني على مستوى بعض البنادق الآن ممكن تصل من جنين إلى البحر الأبيض المتوسط ولا يريد أن يكون أي قطعة سلاح داخل فلسطين وذكرنا كيف أن بريطانيا كانت إذا وجدت مع أحد المسلمين رصاصة يعدم قطعة سلاح يعدم منعوه من حمل حتى السلاح الأبيض الإنجليز حتى وطأوا لليهود فهنا فيه اليهود عندهم فتوى بقتل الأغيار الأغيار غير اليهود إحنا نعتبر أغيار وتدمير حياتهم لتحقيق الأمن لإسرائيل هذه فتوى الحخامات لذلك بدأت الحرب على مخيم جنين بحجة أنه فيه مقاتلين من واحد إلى 12 عام 2000 بشهر أربع عام 2002 يعني 12 يوم مخيم كيلومتر اليهود بدلوا بيدفعوا بكل ما محهم من قوة إلى داخل هذا المخيم من أجل الآن إبادة المقاتلين والمجاهدين فيه تم استخدام الأهالي المدنيين كدروع بشرية يدخل اليهود إلى منطقة يضع في المقدمة الرجال النساء الأطفال حتى المقاتلين ما يقاتلوا هؤلاء اللي هم اليهود هذا المخيم تم إزالته من الوجود بالكامل عملية تدمير تم استشهاد أكثر من خمسمية وأعدم أكثر من مئة بدون محاكمة محاكمة صورية على طول كما حصل مع الجيش المصري في صحراء سيناء حينما قتلوا آلاف منهم وتم دفن العدد كبير جداً بمقابر جماعية الهدف من المقابر الجماعية حتى ما يكون في المستقبل أحد يعرف عنهم أين هم لكن تم قتل ثلاثة عشرين من اليهود وجندي من اليهود وقد يصل بعضهم أوصلهم إلى خمسة خمسين قتيل وكانت هذه المعركة بقيادة المجرم شارون اللي قام بمجموعة كبيرة من اللي هي الجرائم في عالمنا العربي أيها الأخوة الأخوات عندنا مجازر حصلت في قطاع غزة وإحنا كل الآن للأخوة شاهدوها تم حصار غزة منذ عام 2006 بعد نجاح حماس في الانتخابات النيابية والديمقراطية مطلوبة في عالمنا العربي ما لم يصل مسلم ورح نتكلم في الوسائل والخطط كيف أنهم يريدون من الديمقراطية ألا يصل فيها مسلم وكيف أنهم يخططون لإنشاء ديكتاتوريات عسكرية في العالم العربي والإسلامي لذلك لما نجحت حماس انتخابات أشرفت عليها لجان عالمية هناك لما دخلت قال لك الحصار لأنه رح تنجح حماس داخل غزة وداخل فلسطين الضفة الغربية وفي أي دولة من الدول العربية لو تم إجراء انتخابات نزيها لوصل الإسلام ولجعل الناس يعيشون في أمن وأمان من الأسباب إذن معاقبة غزة وأهالي غزة على انتخاب حماس إذن هو عقاب يهودي أمريكي فلسطيني داخلي اللي هم المتآمرين مع اليهود لعقاب أهل غزة وأهل الضفة الغربية على انتخابهم لحماس عام 2006 وتم حصار غزة برا وبحرا وجوا المطار تم إغلاقه وتم تدميره الساحل ممنوع تدخل ولا سفينة ولا تخرج أي سفينة الآن على مستوى البر بالقطارة نقط طعام غذاء شغلات ضرورية جدا فقط وهذا من عام 2006 لغاية يومنا أكثر من 11-12 عام متواصل والحصار وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يوشكوا العراق ألا يجب إليهم قفيز ولا درهم قلنا ممن يا رسول الله قال العجم يمنعون ذاك ثم قال يوشكوا أهل الشام أن يحاصروا فلا يجب إليهم مدن أو مدن ولا دينار قلنا ممن يا رسول الله قال الروم يمنعون ذاك والروم هي اللي دعم اليهود الروم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها هي التي تدعم اليهود وهم اللي يعطوهم الآن الضوء الأخضر بمحاصرة غزة الهدف إضعاف المقاومة عسكريا ما يخلوش ولا شيء ولذلك انظروا إلى الآن الجدار الجدار أول شيء سووا الجدار بين مصر وبين غزة ما صبط الجدار صارت أنفاق راحت مصر أوجدت أنفاق الفولاذية الحديد الجدار الحديدي الفولاذ اخترقوه الآن جعلوا اللي هو عبارة عن الجدار المائي الخندق المائي النفق المائي اللي داخل بين مصر وبين قطاع غزة حتى عملية خنق ما يدخل علبة علاج إلا كما يريده اليهود إلى داخل قطاع غزة تم حضر دخول ثلاث ثلاث سلعة إلى قطاع غزة هذا كله مقدمات شن اليهود على قطاع غزة منذ الانسحاب ست عمليات عسكرية أول المطر عام الفين واثنين أطلق المجاهدون خلال هذه الحملة مئة تسعة وسبعين صاروخ على دولة اليهود يعني بعض الناس البسطاء بقول لك شو سوت الصواريخ لا الصواريخ أرعبت اليهود هذه على أقل تقدير مجموعة مجاهدة مقاتلة تصنع السلاح داخل فلسطين احنا نريد بملك التريليونات والمليارات أين هي الأسلحة المصنعة في بلاد المسلمين هؤلاء محاصرين يعيشون على أقل القليل ومع ذلك أطلقوا مئة تسعة وسبعين صاروخ مطر الصيف والربيع ومطر الصيف وسحاب الربيع عام 2006 أطلق المجاهدون تسعمية وستة واربعين صاروخ الشتاء الحار ميتين عام 2008 أطلق 1968 صاروخ الرصاص المصبوب عام 2009 خمسمية وسبع وسبعين صاروخ عمود السحاب 2012 1717 صاروخ هذه كلها كلها كان يقوم بها هؤلاء المجاهدون الرد على هذه العمليات لذلك أنا بدي أنقل الفتوى عن حاخامات اليهود وما اعتبروا هم مش إرهابيين ولا متطرفين لأن كلمة الإرهابي لا تطلق إلا على المسلم اللي بدافع عن عرضه إرهابي اللي بدافع عن بيته إرهابي اللي بدافع عن شعبه إرهابي أما عند اليهود لا بيقول فتوى بقتل الأغيار وتدمير حياتهم لتحقيق الأمن لإسرائيل يقول اليهود عمارة أرض إسرائيل تتطلب شن حرب لا هوادة فيها كي لا حتى بقول لك شن حرب لا هوادة فيها ضد أحفاد الكنعانيين في غزة بل هناك فتوى أكبر من هيك فتوى عندهم تجز قتل الأجنة في أرحام الأمهات أقتل الجنين في رحم الأم كي لا يكبروا ويقاتلوا إسرائيل هذه فتوى حاقمات اليهود لذلك بداية الانتفاضة في انتفاضة الحجارة كانت من مخيم جباليا في قطاع غزة حصيلتها 1162 شهيد الانتفاضة 90 ألف جريح 15 ألف معتقل الآن عندنا أكثر من 33 أربعين ألف معتقل داخل عند اليهود تدمير 1228 منزل قل اقتلاع 140 ألف شجرة لذلك اليهود اضطروا إلى الانسحاب من قطاع غزة وكنا نسمع عندما كانوا يتمنون أن يأتي البحر فيلتهم قطاع غزة بـ 12-9-2005 انسحب اليهود من قطاع غزة وبدأت معاناة اليهود ولذلك كثير من اليهود كثير من اليهود الان كانوا يعارضوا انسحاب اليهود من قطاع غزة ما كانوا يريدون لليهود أن يخرجوا من قطاع غزة لكن كانت مكلفة جداً لليهود من حيث العمليات الاستشهادية من حيث قتال اليهود من حيث فلذلك أرعبوهم مما جعل اليهود يضطرون إلى الانسحاب مقرهين لأن اليهود كما ذكر القرآن الكريم لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو موراء جدر وذكر القرآن ولتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدنهم في أي أخرى أحرص الناس على حياة أيها الإخوة الأخوات إلى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك أيها الإخوة الأخوات كانت مجزرة من المجازر حصلت في غزة عام 2008 الهجوم على غزة مجزرة غزة اليهود أطلقوا عليها بقعة الزيت اللاهب المجاهدون في غزة أطلقوا عليها معركة الفرقان أو أطلق عليها عملية الرصاص المصبوب عند اليهود بدأت هذه الحرب عام 2008 بـ 27 ديسمبر واستمرت إلى 18 يناير 2009 بدأت هذه يوم السبت ساعة 11 ونص والسبت كما نعلم أنه يوم أطلت اليهود وممنوع العمل عنده ولكن اليهود عندهم قاعدة الغاية تبرر الوسيلة عندهم السعداد أن يلتفوا على أي حكم ديني عندهم ولذلك الفتاوى موجودة من حاخاماتهم بجواز السرقة من غير اليهود وقتل غير اليهود والجنا ولا يعتبر إثما عندهم إذا كان بغير اليهود فاليهود ليفني جارت قبل المجزرة بـ 48 مصر وأعلنت من مصر من هناك أن إسرائيل لن تسمح بعد الآن باستمرار سيطرت حماس على غزة وستغير الوضع بالقوة أطلقت التصريح من أكبر عاصم الدول العربية من أم الدنيا ولم ينهرها أحد لأنهم لا يستطيعون ثم وزير الخارجي ليفني تحدث مع قادة الدول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبعض الدول العربية كانوا على علم مسبق بالمجزرة وبالهجوم على قطاع غزة دول الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم وبعض الدول العربية اللي أعطتهم الضوء الأخضر لن لا يريدوا دموقراطي كيف حماس تصل إلى الحكم داخل فلسطين طبعا اليهود خدعت الفلسطينيين ولذلك وهذا يعطتهم درس للمستقبل أنه قبلها بيوم واحد أدخلوا قبل يوم واحد أدخلوا ستمائة شاحنة محملة إلى قطاع غزة بالأغذية والأدوات البلاء وإلى غير ذلك ستمائة شاحنة على أساس أن الأمر طبيعي ومصر أبلغت حماس قبل يومين بأنه لن يكون عدوان على غزة مصر أبلغت حماس قبل يومين من الحرب بداية الحرب أنه لن يكون اعتداء على غزة يعني خذوا حريتكم كونوا في أمان ضعوا أيديكم في الماء البارد هذا كما حصل لكن عندنا أول هجوم شارك في اليوم الأول ثمانين طائرة وكلنا لاحظنا عندما كانت تخريج للشرطة الفلسطينية اللي قتل استشهد عدد منهم نسأل الله عز وجلهم الرحمة وجرح عدد كبير جدا في ذلك اليوم أول يوم تم إلقاء مئة طون من المتفجرات في اليوم الأول لحاله مئة طون على قطاع غزة استهدف القصف جميع مقار حماس جميع مقار السلطة الفلسطينية يعني أي مكان الآن يمكن أن يستخدم تم قصفه في اليوم الأول سمي اليوم الأول يوم السبت مجزرة السبت استشهد فيها أربعمائة وعشرين شهيد وألفين جريح ألفين جريح لأنه كانوا في ساحة تخريج وهذا اللي جعل هذا العدد الآئل من الشهداء والجرحى ثم تمت عملية قصف المدارس والمساجد الجامعات المساكن استشهد في مسجد عماد عقل خمسة شقيقات له يعني حتى البيوت لم تسلم من اليهود الآن عمليات قتل بشكل كبير جدا تم تدمير جميع الطرق المواصلات الورش الحدادة اللي اليهود بيعتقدوا أنها تصنع الأسلحة المخارض الجمعيات الخيرية والاجتماعية اللي بتقدم بتمد يد المساعدة إلى العائلات الفقيرة تم إنشاء غرفة طوارئ في رام الله ليس لدعم حماس ليس لدعم غزة إنما هذه جمع معلومات عن قادة حماس وتسليمها لليهود غرفة عمليات على اتصال مع الجواسيس اللي داخل غزة وين تحركوا منين طلعوا وين فاتوا على أساس اتصال مباشر مع اليهود استشهد دكتور نزار ريان مع زوجاته الأربع واهدعش من أبناء عندما قصف المسجد الذي يسكن فيه عائلة كاملة اهدعش أربع نساء يوم اثنين ثلاث أربع ينار دخلت القوات البرية اليهودية لبيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة منذ الصباح اليهود أرادوا اشتياح اشتياح كامل اه تم جرح ثلاثين جند يهود في اليوم الأول واليهود دائما احنا كما نعرف انهم جبناء اذا قاتلوا ناس عقائديين ما عندهم قدرة لانهم ليس لهم من هدف الا الحرص على الحياة تم استخدام البحرية اليهودية يعني قصف جوي بر بحري من قبل اليهود الى قطاع غزة اللي كله ما فيش مساحة عبارة عن اربعين مساحة محدودة جدا قال اسماعيل هنية في التلفزيون وفي الاذاعة ان حماس لن ترفع الراية البيضاء ان حماس لن ترفع الراية البيضاء وسيصمد الفلسطينيون ولن يتنازلوا عن اي حق من الحقوق الفلسطينية ولو ابيد كامل الشعب الفلسطيني هذا كلام المجاهدين هذا كلام اللي بيأخذه تعليماته من الله عز وجل اللي بيأخذه تعليماته من القرآن ومن سنة النبي عليه السلام قالت حماس حتى في بيان نفس الطريقة ليس لديها وقت للتهديد ولكن اليهود يا انتم تتحملوا المسؤولية اطلقت مصر النار على الفلسطينيين اللي فاررين اللي فروا من قطاع غزة باتجاه مصر من هزمين بارواحهم ولم يسمحوا لهم بدخول الاراضي المصرية ثم طبعا قتلت عشر منهم تم استخدام الحرب الالكترونية من الطرفين من الجانب الفلسطيني ومن الجانب اليهودي ولذلك تم اختراق الاذاعة اليهودية وتنبث بعض البيانات من الاذاعة اليهودية لصالح حركة حماس تم ستة عشرين تم اختراق موجات البث الخاصة باذاعة الجيش الاسرائيلي جنوب البلاد واصبحت تبث خطابات حماس احنا الآن مطلوب مننا في عندنا حرب الالكترونية الحرب الاعلامية الحرب العسكري كلها لها دور كبير جدا اذا هنا في عندنا مجازر كثيرة جدا عندنا حصلت وقام بها اليهود وكان عدد اللي استشهدوا خلال فترة ما يزيد عن اربعة عشر عن الف اربعمائة وخمسة وخمسين في هذه تم تهديم تدمير اربعة هلاك منزل شيء كثيرة جدا حصلت الناس الان انا ما ركز عليها لان الناس شهدت بعينها خلال هذه السنوات اللي هي القريبة وعندنا حصلت معركة ثانية على قطاع غزة عام الفين واثناش عام الفين واثناش استمرت ثمن ايام متواصلة اطلق عليها اليهود اسم عمود السحاب عمود السحاب بدأت طبعا هنا بمقتل الشهيد احمد الجعبري احد قادة حماس في قطاع غزة وردت عليها المقاومة بعملية حجارة السجيل حجارة السجيل طبعا استدعى اليهود خمس وسبعين الف جند احتيار خمس وسبعين الف جندي من قوات الاحتيار اطلق او اطلق اول صاروخ باتجاه مدينة القدس عام الف وتسعمية باتجاه اليهود منذ عام الف وتسعمية وسبعين لم يطلق صاروخ باتجاه القدس الا في ذلك العام عام الفين واثنعش من قبل حماس في قطاع غزة تدمير طبعا هنا قام الطيران اليهودي بتدمير المقار لانه معروف الان وهذا ديدا العالم الغربي بتدمير المنشآت المدنية في العراق في سوريا في اليمن في ليبيا في الجزائر في غيرها ما دخلوا بلدا الا افسدوا اول ما بدأوا بالمقارات وعمليات تدمير وارتكبت مجازر اليهودي ارتكبوا مجازر مروعة وخاصة في عائلة الدلو كما اللي هداعش فرد منهم ست اطفال بالاضافة الى ثلاث نساء واصابة اكثر من عشرين من النفس العائلة بقصف يهودي طبعا في ذلك حرب العام الالفين واثناث اه محمد مرسي فرج الله عنه ارسل وحدد اليهود وارسل قنديل اه رئيس وزراء مصر الى غزة الى قطاع غزة والدول العربية حتى وصل وزير الخارجية التونسي ومعه اثنى عشر وزير الى قطاع غزة واردوغان هدد وصف الغارات على اليهود على غزة بالوحشية اذا كان في عندنا محمد مرسي كانت تونس كانت الهاتف تركيا مما اضطر اليهود الى التوقف والتراجع هذا لما يكون عندنا قرار صائب هذه النتيجة اليهود جبناء ولا يستطيعوا الاستمرار باي امر من هذه الامور ايها الاخوة الاخوات عندنا من المجازر التي حصلت ويندى لها الجبين مجزرة سجن تدمر عام حصل سبعة وشرين ستة الف وتسعمية ثمانين سجن تدمر المدينة الاثرية المدينة التاريخية مدينة السياحة لكن هذا السجن اللي في منطقة صحراوية يبعد ميتين كيلو متر شمال شرق دمدينة دمشق خيرة ابناء سورية كانوا في هذا السجن العلماء المفكرون قادة الرأي الاطباء الصيادلة المحامون الذين كانوا يعتقلون في هذا السجن لأتفه الاسباب الذي نفذ هذه المجزرة المجرم حافظ الاسد عليه ما يستحق من الله عز وجل وأخيه رفعة الاسد اللي بيسرح بمرح لغاية الآن في باريس ولم يقدم إلى محكمة الجنايات الدولية طبعا سببه بعد كذبة يطلقها لأنه عندهم الآن اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدق الناس على اساس الخلاب بين حافظ الاسد وبين الاخوان المسلمين في سوريا وحصلت مجازر اخرى في سجن تدمر طبعا عام الثمانين والواحد ثمانين والاثنين وثمانين والثلاث ثمانين مجازر مجموعة من المجازر لذلك لكن هذه المجزرة الرهيبة عام الثمانين سجن تدمر مكتوب عليه ايها الاخوة الاخوات مجموعة من العبارات عبارات مكتوبة على باب السجن في داخل سجن تدمر الداخل مفقود والخارج مولود اللي بدخل مفقود بعطوه اسم على طول اسم ثاني غير الاسم اللي دخل فيه غالبا لن يخرج الا جثة هامدة والخارج مولود يعني كأنه ولد من جديد ذكر في سجن تدمر كاتبين نحن نحييكم ونحن نميتكم يعني جعلوا انفسهم مكان الله عز وجل نحن نحييكم ونحن نميتكم وذكروا نفس الطريقة صيغة في هذا السجن منع حافظ الاسد وجود الله نحن نحييكم ونحن نميتكم هذا بأمر حافظ الاسد هذا في سجن تدمر لذلك كان المساجين اللي موجودين في سجن تدمر يتمنون الموت لأنهم في كل يوم يرون الموت بأعينهم كانوا يتمنون الموت من شدة التعذيب الذي يتعرضون له لكن يعني نسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر الطعام الذي كان يقدم لهم كان بعض الجنود يبولوا في الطعام ويطعمونه للمساجين الطعام ما أنتم مش إنسانية هو أسوأ السجون العالمية ما فيش أسوأ من هذا السجن كان الموت منتهى الأمنية لأي معتقل في هذا السجن يبدأ العذاب من الصباح الباكر كل يوم من الصباح وحتى المساء تصور وجبات التعذيب بالفيديو وترسل إلى حافظ الأسد معدل الإعدامات الأسبوعية 250 إعدام في هذا السجن عدد الذين دخلوا السجن 22 ألف منهم 50 امرأة وكم من امرأة صرخت وهي تحمل وتطلب الفتوى للجنين اللي ببطنها من الاختصاب شارك أكثر من 100 مسلح طبعا نقلوهم الآن بطائرات ولوكبتر أكثر من 100 مسلح بقتل المساجين نقلتهم 12 طائرة تم إعدام المساجين بالرصاص الحي ورمي القنابل عليهم وتم نقل الجثث إلى الصحراء كانوا قد أعدوا لها حفر ثم دفنوا في الصحراء حتى لا يعرف عنهم أحد عدد اللي استشهدوا في هذه المجزرة من ألف إلى ألف وميتين شهيد في سجن تدمر في هذه المجزرة أيها الإخوة الأخوات إلى لقائنا القادم نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر